لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اه هدخل على طول على اللي هو متجر بلاي ويجي في خانة البحث اكتب اسم التطبيق اللي احنا نشتغل به اسمه فيولا اول ارتست تمام واضغط طبعا هنا انا عشان انا مثبت البرنامج قبل كده وبيل لي تحديث اللي هيزل لحضرتك بقى في الخانة دي هيقول لك تثبيت طيب بعد ما انا ثبته وديله كل الصلاحيات اللي موجودة على التطبيق هدخل افتح التطبيق بقى بتاعي تمام انا التطبيق موجود عندي هوا هفتحه وبعد كده اختار الخيار الاول اللي هو نيو ويبدأ يزهر لي كل الصور اللي موجودة على جهاز التلفون بتاعي وانا افترض ان انا هاختار مثلا الصورة دي وابدأ احولها ليه كارتون هنتزر طبعا الحديث ما هدتتحمل على السرفارات اللي هي البرنامج طبعا الصورة زي ما حرت كده اتحملت وزي ما شايف الصورة اللي الفوق هي الصورة الاصلية والتلاث صور التانيين دولة هي الصور بعد محولها لكارتون ممكن اختار الخيار ده وممكن اختار الخيار ده لو افترضت ان انا اخترت الخيار ده كده ادي صورة معمولة بالكارتون انا ممكن اغير الخلفيات ممكن اختار اي خلفيات هتعجبني من الخلفيات اللي موجودة في التطبيق تمام لو فرضت ان انا اخترت هذا الخيار بعد ما اختاره هضغط على صح تمام وبعد كده اختار على استهم اللي فوق تمام وبعد كده اختار على save كده الصورة تم حفظها بعد ما حولتها الكارتون لو انا حابب ان انا اوري لحضرتك صورة تانية هعملها هرجع واخد اللي هو اكزكت تمام كده وادخل تاني اجيب اي صورة من الصورة اللي موجودة عندي على التليفون بتاعي وانا افترض مثلا الصورة دي هنتظر لحديث محملها زي ما حضرتك شايف كده الصورة تم تحويلها لكارتون اختار اي صورة منهم وابدأ اشتغل عليها ممكن برضو غير الخلفية لو انا حابب اي خلفية هتعجبني اخدها تمام كده هوت واضغط برضو على علامة الصح واضغط على استهم اللي هو الفوق واضغط على سيف بكده قدرت ان انا حول الصور بتاختي الصور كارتون بمنطقة البساطة واليسر طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو الفيديو عجبك ما تنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته